اشتركوا في القناة 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 ممكن انا ابدأ اوصله للجهة المعينة او للمسؤول وهو بيبدأ يتابع معايا تنفيذ المشروع نفسه او تنفيذ الخدمة يعني الخدمة المجموعات دي فير شهد شباب كده شغالين تمام اه طبعا اتحرك من في الحاجة واستعذلك في حاجة ايه اولا انا انا اعاوز اقول حاجة الامل في الشباب تمام مع احترام للخبرة طبعا تمام مع احترام للخبرة والسين حاجبا خلاص بساطة الالتين بس الامل في الشباب المجمعية العمل والتتوقعي اللي تمت في المدينة وثيم بقراغة كانت نجحة جدا في انا عملات خدمات تفوق عضو مج burner الشعب وانا باعترف بالكلام المجموعات العمل الصغيرة مجموعات العمل الصغيرة اللي هي اهمت لاسبين ثم ناسبها مجموعة الخدمة العامة اه في كتير جدا من البلاد اعمت بدور يعني انا بشوف ان ده دور محليات ويقرب من دور عضو مجال الشعب في المجال الخدمة نفسي ناجحت ناس نجحت قلت إن حرك يعني واخد الموضوع ده أو الخدمة دي من والدك إن والدك كان كبير رحمة الله علي طب سؤال صريح أنا عندي والدي الله رحمه كان أفضل حد في الدنيا كان دايما ما يسألونه كتير الأب عايز ابنه يكون أحسن واحد في الدنيا طب أحسن منه إزاي هو شير دايماً أبو أحسن منه طب هنا عايزين يا رب بقى مين مسلك في الحياة أنا عارفها هتقولين مين بس قولي ليه اتفقنا أنا أولاً يعتبر رحمة الله علي والدي مسري في الحياة رحمة الله علي مثلاً أعلى بالنسباني لأسباب كتير جداً أنا اتربيت يعني اتربيت معا لحاجة معانا أنا شفت بيتي بفتوح طول عمره تمام للناس إحنا بس نعرف بس والدك كان إيه في البري الوالد كان الله رحمة الله علي الحج السيد الطويل كان عمدة شنباري وكان عضو مجس محلي محافظة معلش هنطعك تاني إحنا مش عايف إحنا مفروض الحلقة دي نتكلم فيها بس الاتصالات عندنا كتير للأسف يا معانا يا أستاذ أحمد ألو أستاذ أحمد معي يا حضرك عليكم السلام أستاذ أحمد إزاي حضرتك ربنا يخليك يا فاند بتسلا أتعرف بحيك أستاذ أحمد إيه معاك أحمد طاهم من زوجة نابت يا فاند أيها سلام أستاذ أحمد إزاي حضرتك ربنا يخليك يا فاند بتسلا طيب معاك أستاذ أحمد بقى كم معا الحديث بتاعنا أستاذ بر الطويل رمز السروق ربنا يخليك يا أستاذ أحمد إزاك يا أستاذ أحمد الحمد لله ربنا يحفظك والله انت رجل محترم وهتنجح إن شاء الله لنفسك وبدعواتك ورسولة للناس كلها ربنا يخليك يا رب وزوية نابت والزادية والبنات كلها والبنات كلها وضوية معاك لأن انت عمت واتنعمت وخيركم على البنات كلها والله وإن شاء الله ناجح رجم ثلاثة رمز السرق بي الزلاك انت متابع أو زحمك وحسب متكلم في متابعة والله ناس محترمة جد للوضع يا صاح عزت ربنا يخليك يا وزحمك انت محترم معك وحسب احنا سألنا نتكلم بس في معرسوس طارق إن وظيفة والدك كانت إيه وكان بيخدم إزاي الوالد طول عمره كان فاتح بيتنا لكل حد في أي خدمة تمام يعني هو ربنا على دي كان يعني من مبدأه أو حياته كان بقولك بص يا حب بص يا أولادي طول ما انت مع ناسك وبأهلك تمام وطول ما انت بيهم طول ما انت بتعلم فافتح بابك خلي بالك إدي الخدمات اللي انت بتعملها دي او اتفكر دي استهلاك للمال أو للصحة لأ لأ العكس ده يمكن تعويض بالربنا ربك بيعوض بيها بالصحة والمال أحسن من كده بكتير صح 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 كان طول عمره الحمد لله يعني عايش للخدمة العامة ما كانش بيفكر حتى لما كنا نتكلم معه زمان طب ريح شوية الكلام ده يقولك ريح ليه او 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 مش متجد انا ربنا ربنا اجعلني وديني ملكة معينة وواهبة معينة اقضيها في خدمة الناس رحمة الله عليه بكده رحمة الله عليه الحاجة سيد رحمة الله عليه ساب قصر بحياة كبير جدا طبعا الحياة بتواصل مع الناس وده يمكن اللي عشام اللي انا بتمنى او يعني بدأ يا ربنا ان انا يا رب ان انا قدر اكامل مسيرته تمام بنفس السيرة الطيبة اللي انا شفتها في وفايته لما توفى وشفت حسد الناس عليهم وشفتها في محبة الناس دلوقت ليه وانا موجود وانا موجود انا مرتب اسئلة كتير بس بسببك على حياتك كل اسئلة بتروح وبينجيب اسئلة تانية خالص طيب سيرة والدك الطيبة اللي موجودة في بلدك والبلد المجاورة هل سايب اقصر طيب في مقابلة الناس لك طبعا يعني هل الناس بتكلم شخص طارق سيد الطويل ولا طارق ابن سيد الطويل اللي هو كان والده مؤثر الحمد لله يمكن الناس بتتعامل معايا بروحين تمام روح دينا طارق سيد الطويل اللي الحمد لله كملت بسيرة والده في الشارع تمام ومع الناس وروح سيد الطويل رحمة الله عليه للحد ما توفى ما سابهمش تمام تمام ودينا بشوفها في كل البقابلات اللي بتقبلها وكل الاعداد اللي بعملها تعارف عنا في ريف اه عائلات احنا كل القصة عندنا عائلات بتتعط في ضواويل في عائلات بتتعط في اقتمراتنا على شباب وعناس كبيرة ممكن توصلك في مرحلة ان من محب بحبة الناس واللي بتشوفه في عينهم وزبكي انا انا شوفت حقيقة لايف كنت بتتكلم فيه تقول انا يعني كفاية بس مقابلة للناس والحب ده وانا كده خلاص يعني خلاص موضوع منتهى بالنسبة طبعا بالنسبة لي ده منتهى انا حب الناس عندي اهم من ايه حاجة في الدنيا تمام تمام طب استرق انا اخو بقى سؤال المفروض يعني المفروض انا كنت انا نسلك كذا سؤال اصلا المفروض انا ماشي بسيستم معين كده استرقبوز اسم ده لان احنا كل شيء جينا اتصال كل شيء جينا حاجة تانية طيب سؤال محرق شويتين معايش استحميني بقى نرخيم شوية معايك فضل حليم هو حياتك عايز ترشح نفسك ليه وحياتك مثلا محتاج فلوس ولا محتاج منصب ولا محتاج تبقى مع الناس ولا ناوة تعمل بزنس من الموضوع احنا بديسمع طبعا احنا بديسمع طبعا احنا بديسمع طبعا احنا ممكن يدخل مثلا الدنيا عنده الله فل خالص فجأة ليه خرج بقى ملياردير احنا بشوف الكلام ده كتير وقدامنا طيب نتكلم بصراحة تمام هاتلي نائب قاعد في مجل الشعب عمل في بلده وده خدمة والناس او الدولة ثبتوا النهاردة عقود مجل الشعب اللي بيفكر في قصة ان انا بعمل بزنس او كارنيه او 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 الكلام ده كله بتوصل لاتي الناس النهاردة مفيش حد بتائلي ده هاردة ما بيعاش بيفكر ولا بيه الناس كله بيتابع وبيتابع وكل متابع جاة الشعب النهاردة متابع جاة جدا الناس النهاردة متابع جاة جدا تمام تمام طب تقدر تقيم اذا كانك انت عدت في الضورة دي عملت ايه وما عملتش ايه تمام انا نازل للخدمة العامة تمام وبأمر الله بقول انا نازل عشان على الاقل خالص انا مع الشاهرة ومع الناس ربنا يقدرني ووصل بمركز ومدينة وسيم والوراء وممثل لها ان يبقى فيها خدمات تسيب ذكرى لها حلوة لو ربنا اراد لنا او انتهى بهم حد حدك اخصي يعني بص دايرة اوسيم والوراء انا طبعا انا بمثل دايرهم يعني مينفعش في مرة نلاقي حد من طناش بيسأل السوس طارق انا عايزين حاجة لا ده انت بص طبعا لو الرأس باك منه مليش دعوة بيك وكلمة لا انت السوس عايزة في السؤال اللي قبل كده انا قلتلك انا هعمل مجميع عمل في جميع بلاد الدائرة يعني هيباليك رسالة وليك عين وليك مكان في كل بلد اي حد محتاج وده اللي انا بطلبه من كل الناس اللي انا بقولها اذا ربنا اراد لنا النجاح حوزين اعمل مجميع عمل في البلاد مجميع عمل تبقى عارفة ان لها حقوق عند النائب اللي هينجم تمام 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 لها حقوق تطالب بيها يعني الناس تطلب يا جماعة مستورة بصوا الوقت هو مترشح وهو بقى عمال يقول كلام اه طبعا الكلام ده بتسجل وعلى الهوى وفي ناس خلاص سجلت الكلام ده على مبيراتها بيقول ان الناس تطلب بقوة محدش يقف عند حقها ده حقها بس تمام تمام انا ما بتجباش علي انا بديله حقه تمام مزبود انا بقيت نائب ومسلك في دائرة حقك علي ان انا اديلك خدمة في منطقتك تمام تمام هي القوة دي مطلوبة على الفكرة وكون صوت على الاقل خالص يوصل لجميع الجهاد بنبض الشارع بتاع الدائرة اللي انا فيها احنا طبعا اشتري احنا عايزين لهم حاجة تانية اه حقك قلت هتعمل مجموعات العمل او يعني ممكن الناس تتطوع وتعمل مجموعات العمل وتساعد حضرتك حلو جدا طيب اه سؤالنا بقى هل مجموعات هتسيب سبوع ولا يوم ولا ساعة ولا ثانية ولا ديئة مش مجموعات العمل بقى يعني للناس الناس اللي تعرف والدي من قبل وتعرفني تعرف ان انا بيتي مفتوح في جميع احنا عايزين اعرف في ناس ما تعرفش في ناس ما تعرفش في ناس مقتنعة لانطهر سي توفيق طويل لا انا اولا الابنز اللي هو ماك الشعب النهاردة المفروض ان بابه مفتوح اربعة وعشرين ساعة وجميع ايام الاسبوع اتصل بيك اتقول له ايه اتصل بيه اه لك انا عايز خدمة اكيد احنا معنا مايكل دلوقتي انا اسأل سؤال بعيدا عن اي حاجة احنا في بلد في دولة محترمة مفيش فرق بين مسيح ومسلم خلال نسيج واحد والكلام ده حتى احنا اسمنا بيعرفنا واحنا صغيرين انا 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 مهنتي مدرس وطلابي مسيحيين ومسلمين لا احنا كلا بيسمع حاجة حلو اوه لما كان بيجي في الافلام زمان يقولك ايه هي دانة المدفع لما بتيجي في الحرب بتنزل بتفرق بين مسلم ومسيحي تمام 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 ده نسيج واحد شعب واحد تمام طيب احنا معنا بقى سوز مايكل مفروض بقى انه هي بيسأل سوز مايكل معنا قالوه سوز مايكل مستامة حضرتك قالوه الحاجة اللي بنسمع دايما نوطل التليفزيون ونتكلم التليفون سوز مايكل بوقت انا مش سامة ممكن الخط طيب نتكلم تاني اتناتكلم تاني بس نحاول مرة تانية لان انا بصراح ما اسمعتش ممكن بس اتقطع منينا على الحاجة نرجع اسطارق تاني فحنا قولنا قولنا ان احنا يا اسطارق هنحدد وقت معين للناس مرضو الموضوع ماشيان سبعة شوائية مش كلنا ناس هجيلك في وقت واحد هل هتحدد يوم بتاريخه من الشهر اول جمعة في الشهر وتاني الجمعة في الشهر للناس ولا ده مش هيحصل لان انا كثير جدا بنشوف وعود فقط لاغير بصراحة نتكلم بصراحة 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 انا اولا بيتي موجود داخل الدايرة ساكن داخل الدايرة ان شاء الله تضر بقى في الدايرة اللي فيها طراب وفيها قورة ان شاء الله الطراب وان شاء الله الطرق اللي انت كل بيتكلم عليها ربنا بأمر الله بإرادة ربنا طبعا وبمسندقكو ان شاء الله هنوصل بالكلام ده كله ان يبقى مفيش اولا اولا انا عاوز اقول ان احنا ريف فطبيعي كده كده عندنا بعض الحاجات او الطبيعة الريفية اللي بتبقى متواجدة تماما بس ان شاء الله كمية الطرق اللي احنا شايفين فيها بقى مقلة الخدمات دي ان شاء الله نوصل بها لمستوي واليقبين احنا اواليق بأهالي دايرتي الناس المحترمة اللي فيها نسبة المتعلمين وغير المتعلمين كله مثقف تمام ويستهلوا مني اكتر من اللي انا هعملوا حلو جدا مايكل رجع معي تاني وصول مايكل ازاي حضرتك هلو ازاي حضرتك اهلا بيه ممكن حاجة بس تعيسوك معي وصول مايكل اه مع حضرتك يا صنع ازايك يا اسمايكل حاليكم مين يا اسمايكل تمام اه حضرت مايكل نبيل معاك من الوراق من الوراق اهلا اسمايكل زي حضرتك اهلا اهلا بيه حضرتك مش هطور عليكم معاك وسطاري باع اسأل براختك سؤال مع حضرتك مع حضرتك انا بس عايز اسأله وقول له يعني هو مرشح عن دايرة الوراق واوتين والحقيقة كل المرشحين السنين اللي فاتت بيجوا من مدينة اوثيم ما بيجوش من الوراق وكل المرشحين اللي بيجوا من اوثيم دايما بيقعدونا في الوراق ان احنا هنعتبركم زي اوثيم وهتلاقوا نفس الخدمات اللي موجودة في اوثيم وبعد الانتخابات ما بنشوفش حد منهم خالص فعايز اسأله ستار ايه اللي هيعمله لدائرة الوراق وايه اللي هيود به اهل الوراق عشان الناس بقدر ان هي تقتنع بكلامه وتخرجله لان الحقيقة اللي وجع بالنسبة للوراق فترة ديين ما بقاش عندهم ثقة اي مرشح بيجي من برا الوراق يجي يديهم وقود او يجي يتكلم معهم في حاجة فإيه اللي هيوعدنا به لأستاذ طارق او إيه اللي هيقدر لأستاذ طارق يقدمه لنا عشان يخلي الناس بديهم صوته استاذ طارق رسالة واضحة من حد مش من عندك استاذ مايكل لو متابع الحلقة من اولها انا قلت انا مرشح عن دائرة اوسيم والوراق عندي مجميع عمل بتكلم من انا ان شاء الله بعمل مجميع عمل في جميع البلاد محددتش بلاد مركز اوسيم هو انا بس عايزين او اسمايكل بيسأل عن كل واحد بيسأل ان حكيته برض يعني انا مثلا ما اجي اتكلم عن نفس انا اتكلم عن حتة بتاعتي اسمايكل بيسأل عن الوراق تحديدا هل فعلا هكون مهملة بعيدة عشان بس احكي من اوسيم اصبح برضو من كلها من حزن اللي مننا شوي اه اولا انا مرشح عن دائرة مركز اوسيم والوراق الوراق جزء من دائرة اللي انا مسؤول عنها اللي هو حاسب قدام ربنا عليها اه طول عمري الحمد لله حتى لما كنت في اوسيم انا كنت في اوسيم قبل ما بقعوده مجلس او اي الكلام ده انا موجود في قرية شنباري هل معنى ذلك ان انا خدماتي بتنصب في شنباري فقط لغير لا انا بقول ان الوراق ليه حق عليك جزء من الدائرة عندي وان شاء الله الكلام ده بيسجل قدامك واكيد كلنا هنسمعه وهيسجل على الملأ نمرة اتنين النهاردة اللي سابك في الوراق سواء من اي عضو مجلس شعب سابق هل انت النهاردة مش جيه وقت الحساب هو اللي محتاجك يبقى بالطبيعي انا النهاردة متمسج بان انا برضو بقولها للمرة التانية والتالتة انا ان شاء الله ترشيحي عن دائرة اوسيم والوراق لا فرق بين اوسيم ولا الوراق الاتنين اللي هم حق علي الاتنين اللي هم خدمات علي في حال التأثيري انا بطلب من اهل الوراق واهل اوسيم انا اللي بقول اعملوا كشف حساب وحاسبه النائب اللي هينجح ان شاء الله عندكو قولوا له الفترة اللي عدتها انت انجزت وعملت كزا واصرت في كزا تمام يبقى كشف حساب قوي جدا حيك بتطلبوا من الناس طبعا الحلقة دي كلها انا جاي عليه جدا كل الكلام جاي عليه وكل الكلام وعود منه الطبيعي انه هلازم يافي بيها سوستار انا اخد سؤال وبعدك هنطلع فاصل ونرجع تاني سؤالنا لحضر لك الكلمة تعمل مشكل كتير طراب وبتاع وكلام من ده ايه اكبر مشكلة حيك شايفة من نوعية نظرك اول حاجة تعملها بعد ما تكون عضو في البرلمان هتشتغل عليها نجاح اي خدمة عامة او اي استثمار في اي بلد بدايته لازم تبقى الطرق تمام وانا شايف ان هنا الطرق عندي محتاجة نظرة ونظرة كبيرة عندي مشاريع مشروع برضو استكمال بعض مشاريع الصرف اه عندي بالنسبة للطرق برضو مش قصة تمهيد والطرق فقط لغير واناريتها تمام فيه كتير جدا اللي يا استاذ عزت بس انا اقولك الحاجة انا البداية عندي يعني انا بعمل فايلات انا عندي كذا فايل بأمر لا او كذا ملف بحاول اشتغل عليه من ضمنها الطرق من ضمنها الصرف اه الانارة دي كلها خدمات اه اه قصة المية حاجات كتير جدا جدا قصة تطويل المستشفى اوسيم وبعض المستشفى الترفية اللي انا يعني انا بقول ان انا مستشفى وصيب دي انا شايف ان ان يعني يستحق الناتب مستشفى عام وليس مستشفى مركزي في حاجات كتير قطاع الصحة عندي طبعا قطاع مو اهمل قطاع التعليم اللي انا منه اللي بقول ان انا بتمنى من الله ان ربنا يقدرني اننا نعمل عدد كتير من المدارس في حالة عدم موجود اراضي املك دولة احنا عندنا ناس خير كتير جدا وناس محترمين جدا في الدائرة ممكن ربنا يكرمنا ان نقدر نحصل على تبرعات اراضي لبدأ ننشئ عليها مدارس يعني بعمر الله عشان في الله كتير ان فيهم لفات كتير تتفتح وبمسندتهم برضو تاني وبقولها وبوقفة مجمع العمل اللي تبقى موجودة في البلاد واهالي البلاد نفسها اللي تقدر توصل انا عندي مشكلة كذا وانا بتحرك معهم فيها وبنتحرك ايد بايد مفيش ايد لوحدها تتحرك لا عكس انت الداعم ليا وانت اللي هتبدأ تتحركني وانت اللي هتخلينا ابدأ تشغال معاك طول ما انا حس ان انت في بلدك نشيط وعاوز تعمل حاجة تمام نظبوط يا معي احنا دي رسالة لكل الناس اللي حوالينا في دائرتنا كل الناس تعمل موقع عمل قوية اه وتحاول تساعد عوض مجل الشعب ان هو يديهم حقهم يش يجيب حاجة من عنده ويديها لهم طيب بس كل القصة هيديك حق اصطور احنا هنطلع فاصل بس بس النساء بس كام سؤال او حاجة سريعة تقول لنا حاجة الوظيفة والحاجة كنت ايه في الخدمات اصلا مسلا عارفيني مسلا عضو مجلس محلي ولا عضو مجلس مدينة ولا ايه بالضبط بس ونطلع فاصل بعدك انا خريج تربية راضية كروس تربية راضية اتعينت مدرس في التربية والتعليم ثم دخلت مجال قسم التعليم الخاص بقيت مدير ادارة التعليم الخاص بالادارة بادارة اوصيم ثم زيت اكتوبر اه وصلت المدير التعليم خاص بدرية التربية والتعليم بالجيزة كنت عضو مجلس محلي مركز سابق عضو مجلس محلي محافظة سابق متعندك كم سنة اصطر؟ سبعة واربعين سبعة واربعين سنة كل ده؟ الحمد لله وعش مان في الله خير ان شاء الله نائب بامر يعني اصطر بتكلم عن الخبرة وعن الشباب هو سبعة واربعين سنة نديله خبرة ولا شباب هو كده عدى كده موضوع خبرة بكتير ماشاء الله عليك الحمد لله هندي تكلمنا ونطلع على فاصل ونرجع تهن السؤال هندي ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا حقيقة من دائرة اوسيم والوراق اكيد طبعا اه من دائرة اوسيم طبعا من اين تحديدا بقى؟ من قرية الزايدين اه 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 سهلا معاك سلطاري اعزة السئلية اي سؤال النهاردة حلقة الاحراج بصت اسألي براحتك ولا هم خالص يعني اتفقنا؟ طبعا اكيد طبعا ما هكلم اصداري براحب بيه طبعا اهلا بيك وهو بيحزى بقبول اه شعبي ومن اهل دائرته لانه رجل العلم ورجل تربية وتعليم في الاساس يعني اه بس انا هسأل فجان التاني بعيد عن التربية والتعليم انا هسأل عن المرأة ووجودها في البرنامج الانتخاب بتاعه ايه اللي هو بيوعيدنا بالنسبة للمرأة سواء المرأة سريت المرأة الرفية المرأة العاملة اه اه ايه اللي ممكن نشوفه جديد في مجال المرأة السادة هيندي طبعا ممكن اقول ممكن نرد رد كده بس طريفي الاول انت شايف ان احنا قد المرأة اولا المرأة امي والمرأة هي اختي وزوجتي وبنتي وزميلتي في العمل وانا شايف ان الحمد لله كتير جدا منهم ومن السيدات في مصر اللي نجحوا في المجال العمل التنفيذي والمجال العمل الشعب والسياسي فانا بقول اه انا بامر اللي بستعين بيها في مجالات كتير وحاطت المرأة جزء اهم جدا من البرنامج عندي لسببين السبب الاول النهاردة فيه فيه بعض التواصل مع بعض السيدات مش هينفع غير ان يبقى عندك عنصر رسائي موجود معاك في مجموعة العمل بتاعتك تمام ده لازم طبعا انا مقتنع ان فيه فيه نشاط عندكم في المرأة اه في الشارع وفي مجال الخدمة العامة الحمد لله اه بيلاقي قبول جدا 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 من الشارع فانا بقول ان المرأة موجودة طبعا في البرنامج بتاعي ولها دور فعال وان شاء الله بامر الله اه بنقول هي النص التاني للمجتمع والمكمل ليه وينكن اهم مننا ان شاء الله في الفترة الجاي تمام يبقى المرأة يا جماعة كل المجتمع ها هناخد تأرير الى ستاري ونرجع تاني فاصل يا جماعة تأرير سريع بناخد قراء بعض الناس عن ستاري معنا التالي عاودي النايب يكون مننا احنا كلنا نصق فيه واحنا كلنا نبقى على ثقة عمياء ان الراجل ده هيكون هم وهم لنا وهيكون حلم وحلمنا هنوقف كلنا جنبه ومشنقول ان احنا عندنا مشكلة في البلد وعندنا نقص في الموارد وعندنا البلد انكاتها ضعيفة لأ هنتكتف كلنا عشان نحسن مستوى دايرتنا عاودي النايب مننا عاودي النايب حلم وحلمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم من هنا من دوار اولاد ايوب بقرية سئيل مركز اوسيم محافظة الجيزة نكلم الناس وناخد رأيهم عن ترشح الاستاذ طارق سيد والسلام على اشرف المرسلين اما بعد برحب بكل ايلة شنباري وعائلات شنباري جميعا وبنشكر الاستاذ طارق السيد الطويل على وجوده في قريةنا وبنقوله احنا كلنا وراك وكلنا رجل واحد واحنا بنقيد الاستاذ طارق سيد الطويل واهلا وسهلا بيه وربنا يوفقه ان شاء الله بذلات معكو سيد سولان محمود من قرية سييل كل الدعم كل الدعم السيد طارق الطويل ان شاء الله واحنا وراه رجل الخدمات العامة رجل المبادئ رجل كل حاجة فاحنا معاه ان شاء الله بذلات هو فيه ان شاء الله ومبروك مقدما سيادة النقب ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبدالله نصار من سئيل انا ان شاء الله انا شايف ان استاذ طارق شخصيك ويسه ومحترمة ومثقافة انا سمعت عنه كل خير فان شاء الله باذن الله انا جيسا محددتش ان تخب مين بس انا شايف ان هو من افضل الناس اللي نزل المتخبات وباذن الله اعني ممكن بنسبة كبيرة صوت يكون لي يعني ان شاء الله واسأل الله ان لقوا التوفيق والسادات في القادم ان شاء الله والف شكر بسم الله الرحمن الرحيم احمد اسماحين النجم تشرف الاستاذ طارق الطويل وان شاء الله كلنا معا باذن الله شكرا العربية فربنا يا اخفاء ان شاء الله ونشوف خبر جميل كده يشرفنا ويطاول رقابتنا طول عمبير والسلام عليكم ورحمة احنا نقايد وانا بيع الاستاذ طارق توفيق الطويل ابن شنباري وده يا جماعة ده شرف لشنباري كلها مش شرف لحد معاين وده من غير اي حاجة استاذ طارق بيخدم ناس كلها واحنا مش محتاجين نتكلم عنه طبعا هو معروف وامين بس يعني وده تاريخ وعم السيدة اللي ارحمه من قبله يعني اللي ارحمه ويسمهم فاحنا يا جماعة احنا مش غيرين كلام نقوله بصراحة احنا عارفين كلنا بعد احنا ايه شكرا احنا رحيم كل الدعم والتأييد للاستاذ طارق الطويل احنا نخرج للاستاذ طارق وبالتوفيله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا الحج محمود محروس الجبالي وفي الناس الوقت انا برشح الاستاذ طارق سيدة طويل اه لمجلس النواب ومشان الله احسن منه والله يرحمه وفي الناس الوقت برضو ابوك من الناس الافاضل اللي موجودين في شنباري وطالع طبعا طالع الابو في خدماته وراجل محترم وراجل كويس وراجل شريف ومشان الله احسن منه يمثلنا وفي الناس الوقت ده هيعم على البلد بالخير والامان وكل حاجة ان شاء الله شكرا احنا من شباب شنباري احنا من العلم والتوفيق ان شاء الله الاستستار يا رب يوفاوا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يوفقنا يا رب في المشوار اللي احنا بدئين فيه ده ابن بلدنا وابن الدايرة بحالها يا رب ومن قلوبنا ويجعلوا بالتوفيق يا رب ونجحك يا خارج يا رب السلام عليكم ان شاء الله بإذن الله كده ربنا يوفقك كده وتبقى نجاحك نجاح للبلد مش نجاح للطارق نجاح للبلد كلها وتكون عند حصنة زن الجميع ان شاء الله بإذن الله وتكون هي لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اخوانا والله والله احنا منتمنى ان الاسستار الطويل ينجح في مجرس الشعب لان يعني فعلا راجل خدوم وراجل خدمنا كتير وابوه الله يرحمه بقى السادة الحجزة التوفيق الطويل خدم البلد وخدم جميع الكرة اللي حوالينا رمز الصاروخ رقم ثلاثة وكلنا اخوانا لازم نقف جنبه بامر الله عشان ان شاء الله يخدم بسم الله الرحمن الرحيم جميع عائلات شنباري والبلاد المجاورة تؤيد تبايع تدعم طارق السادة التوفيق الطويل رقم ثلاثة رمز الصاروخ شعرنا احنا نقدر ادعم وبقوة طريق طويل رقم ثلاثة رمز الصاروخ رقم وبقوة رقم ثلاثة رمز الصاروخ اه يعني لسه سمعين اخر حد في التقريب ادعم وبقوة رقم ثلاثة رمز الصاروخ ادعم وبقوة رقم ثلاثة رمز فده شيء كويس جدا جدا سؤال برضو تاني معلش محرق شويتين معلش ايه برضو اعذرني الريخام تاني حازنا نخرى نتخاني ما توقف برا معي اه سلطاني لو في حد ظهر سي اسم فلان الفلاني وحسيت ان هو الاسم ده كويس شويتين او حد من الناس المفيدين لدائرة شويتين هل ممكن تتنازل عن ده وتقدم له هدية وتقول انا كل الناس معي معاك ولا هتعمل ايه بالظهر سؤال زيزة النهاردة لما نويت الترشح ونزلت الترشح كمان نزلت بناء على رغبة الناس واهل اهل بلدي واهل دائرتي تمام اه قصة بيني الافضل اللي بيحسها اوي وبيعرفة وبيقدر يقيمها الشارع والناس لنا ولا المرشح اللي اصادي انا طبعا مع كامل احترام الجميع المرشحين اه انا بقول ربني يقول لي من يصلح وطبعا كده كده الافضل هو اللي هيكمل يعني عايز نقول لي احنا ان احنا يمشي مارسهم بقى جميل نظيف زي الفل ولو في حد افضل اكيد 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 طبعا ده درجاء وامنية من جميع المرشحين ان احنا في مارسهم محترم يليق بينا يليق بدايرتنا اه ما نلوسوش ناخد احترام الشارع لينا والشارع هو اللي بيقول كلمته والناس هي اللي بتقول هي عاوزة مين لنا ولا المرشح اللي اصادي تمام سوطاري برضو سؤالنا لحضرتك كتير من الناس بلاقي ان هم وهم في حملك الانتخابية العكاس بتاعهم دايما بيكون الناس العواجيزي للكبار اللي هم واجهة للبلاد والكلام ده كله وانا شاف في وجهة نظري ان في ناس تانية بتستخدم فئة تانية من الناس تناشيطة منتشرة بقوة سوطاري حملتك الانتخابية هل هي ضم ده وده ولا ضم شوية بس ولا كبار بس وحاجة بس تتحبز مين اكتر بص يا سهزة انا هسألك سؤال واحد هو انا مترشع عن دايرة فيها فئة عمرية معينة ولا كل الفئة كل الفئة طبعا 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 انا الدعم لها الاول والاخير الشباب ان هو ده الانصر الاساسي اللي انا هاعتمد عليه في اللي جاي ان شاء الله لو ربنا وفقني هاعتمد عليه ان بالنسبة للباور المعايا النشاط هو اللي هيحركني هو اللي هيقول لي فيه ايه في البلاد دي بس اوه على الفكرة برضو ما ننساش حاجة برضو ان زي ما الشباب باور وقوة ويدعم وا 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 ان الشباب برضو نقضوهم لازع يعني الحد الكبير هيقابلك طبطب عليك برافو عليك ده انت شرفنا ومنورنا انا مش عاوز اللي يطبطب يعني هتنتظر من شاب من الشباب اللي طالع ده على الفكرة حضرتك اثرت في كذا وفي كذا هل ده شيء يديئك ولا المفروض يساعد بداك لا طبعا احد المؤتمرات اللي كانت معمولة ليه في احد البلاد شاب بقام اتكلم ويناقش معاه تمام فلما جوم الاخوة جام حابه يوقفوه تقولهم لا لو سمحت خليه تكلم تمام لسبب واحد انا ممكن اخد من مجملته معايا او من الحوار معايا اخد فكرة معينة ممكن اخد معلومة ممكن يديني وجهة نظر معينة اشتغل بيها في نفس بلده او احلو حق مفيش واحد النهاردة هيناقشك ولا هيجدلك ولا هيحتدي معاك الا اذا كان بالفعل ليه مظلمة هو حاسس بان فيه عجز في حتة معانا انت محاقتهلوش لكن النهاردة لأ انا حتة ان يتطب عليك اه طبعا انا ما احترام الكل الجماعة الكبار والسيدات ودولهم ابا هاتنا وخواتنا الكبار وعلى راسنا وامي واختي وكله اه انا قلت ان الشباب مع السيدات النشطات هيكونوا دعم كتير جدا لاي نائب هيكونوا لي رقيب قبل ما الحكومة براقب عليك تمام اخر كلمة الف التأذير رقم ثلاثة رمز السروخ اه معانا دكتور وحيد صح كده ولا انا مش مركز اه دكتور وحيد معانا اه طب دكتور وحيد للأسف كان بيطلب من بدري واحنا طنشنا شويتين اولا مركزتش للأسف فدكتور وحيد راح من هنا طب دكتور وحيد حاول مرة تانية معلش بعد اذنك واحنا مع حضرتك هكام مع اسطارق ومستاني مكلمة لدكتور وحيد عشان رجع تاني ايه الدكتور وحيد عمل زي ازاي بقى رايح جاي رايح جاي الو دكتور وحيد معايا شبكتك بايزة يا دكتور وحيد احنا معانا دكتور وحيد دكتور سيد انا مش مركز دكتور وحيد فاصل طيب حلو انتظر دكتور وحيد شبكتو مش مزبوطة معانا يرجع تصيبنا تانية سوستاري كونيستر نتكلم على مضوع الشباب وان هما نقدهم سعب يكون بناء وسعب يكون لازع جدا لسه قلت حقيقة احتويت شابك ينقض نقد لازع تماما تماما في بعض الناس ممكن يكون مختلفين معاك تماما في كل حاجة هل حقيقة هتتواصل معاهم ولا تواصلت بالفعل ولا لسه هتعمل ليه لا بالفعل تواصلت يعني ما عندكش مشكلة ما عندك مشكلة ليه معاهم وانا نازل ليه ليهم بس اه ده المفروض انا نازل للناس مش نازل لنفسي وده بدا بعهد بقوله قدام الكاميرا للناس انا نازل ليكم مش ليه لان انا لو نازل لنفسي لا انا كنت ممكن خدت ولادي وطلعت زي كتير جدا من الناس اللي خدت اولادهم وقعد برر برر مدورر او سيم وخلاص لكن لا انا بقول يا جماعة انا مرتبب ببلدي ومرتبب بناسي وعندي عشق البلدي والناسي اللي هي مركز وسيم والوراء اه بكمل مسيرة والد رحمة الله عليه اه عاش ومات بيحب الناس دي بيحب خدمتهم اه عمره مؤثر ما حد فيهم واخنا ادينا له الوعد والعهد ان احنا هنكمل المسيرة وانا بقوله قدامكو وعلى الهوى انا بأمر الله بكمل مسيرة المرحوم سيد الطويل الخدمية وإلى ان ينقضي عمري بمشيئة الله انا معاكو في الشارع ومعاكو في كل مكان لحد منتو اللي تزهوقوا مني هنرجع تانية جماعة معنا دكتور رحيد اهلا دكتور رحيد وعليكم والسلام أولا تحيى للمزيع المتميز الموجوب المتقلق الآن استاعتكامل طبعا نحو التوكسط profesional تحيى للناب المنتزر طاقي الطويل اهلا أنا خد اقول بازل اللساس طارق كلمتين يارب تمام وانت هتسألوا ولا تقول لا اقولوا كلمتين اقول له ساس طارق اطم Every affirme انت حواجتك نجحت وانتب meg نجحت بدون اعادة نجحت لانك بساطة صانع السعادة boiler بزيادة. صبغة السعادة. كلامك جميل جدا. بس للأسف الشبكة عندك وحشة جدا. شبكتك وحشة جدا. اه. قال صانع السعادة ولسه بيكمل بزيادة. راح ملنا دكتور رحيد. هنرجع تاني مع الستور الطويل كلنا سننتكلم عن المرحوم والدك الحاجة سيئة. عايز اقول حقيقة انا طبعا اه في ناس كتير بيكمل عن حاجة سيئة طويل وانا عارف ده كويس جدا جدا. وكتير من الناس فيقولوا ان هو من الشخصيات اللي كانت موجودة معانا في حياتنا كان هيبقى مؤثر بقوة. طبعا مش طبيعية لان كان هو كمتناهي في الخدمات. طيب. اه السطارق برضو نقول تاني. هل هل صبغة والدك ليك? هي برضو المقدمات كله قدام ولا برضو في شخصيات مفاصلة معه السطارق هيزود شوي. طبعا. انا بكمل يعني انا بكمل ما انتهي اليه والدي. تمام تمام مصبوط. في نقطة معانة انتهي اليه والدي. وانا بسعى ان انا بكملها. والحمد لله كملتها مع بعض الناس. بالتواصل. بان انا موجود معانا في كل حاجة. ما بحاولش اتأخر عن حد. انا بيتي وبيبي مفتوح لأي حد في وقت. تمام مصبوط. مش عشان كورسي. مش بفكر في القصة. يعني لو لو قدر الله واندوته. اللي والسطاري ما بقاش عضو مجل الشعب. وحد اصده في خدمة بعيد عن الموضوع. احنا وردو انا عارف. مش الناس. الناس هترد. الناس هترد. اه كده بموجود. لك انت اكيد بتقول الناس. الناس اللي تقول. الناس اللي تقول. هي الحكم بينه بها. تمام. النهاردة الحكم عليها او الحكم عليها هو الناس. هي الناس اللي تحكم عليها. اذا كنت بالفئة انا راجل متواصل معهم. وموجود معهم وبقدرهم. ولا اه مهمل في حقه. طيب احنا بس مجمع من غير ما نذكر اسماء كتير او اسماء ناس شامل جايب لان نجرحش حد يعني. هل كانت فيه مشاكل اه في القرية موجودة وانت فعلا انت دخلت فيها وحلتها. وحلتها ازاي. هل بسنك المفروض ان سنك صغير. سبب 20 سنة ده مش كبير. اذا اذا دخلت في مشكلة. تمام. وانت فيها اخلص النية لله. تمام. وباغي فيها الخير اعرف انها تحل. حتى مهما ان كانت قوتها فربنا هيسهل لك حلها. اذا دخلت في اي مشكلة او اي خلاف بين اي حد. وانت عندك شيء او هدف شخصي ديك. فاعرف ان استحالها تحل. وانا اي مجحي حاجة باخش فيها الحمد لله. بوهبها لله اولا. وبتوكل على الله فيها. ووهبها ونية فيها اخلاص لله. مش لا اي هدفتين. فالحمد لله رب لي ما بفاين في حاجة كتب فيها. يبقى الاخلاصة معها مهمة جدا. رسالة من سلس طارق طبعا. عايز اقول ان فعلا عشان تبقى داخل تصلح بين اتنين او تصلح او وتفضوا مشكلة. لازم تكون مخلص فيها من البداية لان الاخلاص مهم جدا جدا جدا. هو ده اللي بيجدد الموضوع. هو اللي بيخلي الموضوع تحل بكل سلس طارق. اه رسالة توضحها بقى للناس حالا دلوقتي. عايزين وعد. ووعد يكون قوي. وسيف هتحطي على لقابتنا. لو وصلنا لعضوية مجلس الشعب. وعد هتقول خلال مدة البرلمان دي لاربع سنين. هل هتعمل ايه فيها. الناس يبقى معك عاملة ازاي. عايزين وعد واضح والصريح للناس. الحاجة الاولى طبعا بجانب العمل التشريع والرقابلية. انا بوعد اهل الدايرة. ان انا ان شاء الله قدامكو. وبدعمكو. نحقق كل الخدمات اللي دقصانا في الدايرة. اللي توصلنا لمرحرط الرضا. انا بقول ان احنا الحمد الله معانا قيادة حكيمة. اه بتفكر برضو معانا في ازاي ترفع من مستوى الريف. وده احنا شايفينه. ايه القصة تأثير من بعض الناس. او قصة ان احنا عاوز المتابع. حيط. فبيكو بامر الله وبادينا في ادين بعض. انا بوعيكو ان اوصل بمرحلة خدمية في وصيب. كل خدماتنا اللي اتحرمنا بها في السنين فاتت. ان شاء الله ومشيئته هتتحقق هتتحقق هتتحقق. هنتكلم في في الوعد والدين. بس معانا دكتور سيد. melo. السلام عليكم. دكتور سيد ازاي حضرتك. سلام عليكم. عليكم السلام مع حضرتك. المرسلم مرسلم بحضرتك. ربنا احفظك واحميه ودكتور سيد ازاي حضرتك؟ الحمد الع체가 ميما. دكتور سيد من اوسيم ازاي حضرتك؟ ده دكتور سيد من الناس. صوته مميز. اه طبعا. اه. ده مش بقول ابن عم الكبير لا هو أخويك كبير وراجل من الناس المحترمة جدا اللي وقف معايا وفي ظهري وبتسندني وبشرف ان انا ليا ابن عم زيه دكتور سايد سيصطرك يعني احنا بنأمل بنأمل ان ربنا يا كريمك وتنجح الدعم اللي ناس بيدينا الدعم يعني من قاطع النظير يعني كل المركز كله تقريقي يعني بلزة كترة كتا جتا فيه اجماع على حضرتك ان شاء الله فاحنا بنأمل انك يعني تنفذ الوعود ان شاء الله اللي انت قطعتها على نفسك وانت طبعا يعني راجل خدوم ومعرفت عن حضرتك ان انت تتخدم الناس سواء الصغير او سواء كبير الغني او الفقير القريب والبعيد مش تادي نكون حد قريبة كل حاجة فاحنا ده ده حاجة اللي احنا ده الحاجات اللي احنا عادتها على ان شاء الله سياسنا بفرق طويل ان راجل خدوم الصغير والكبير خدوم لكل الناس ما بيتأخرش على حد وده طعمه بيكمل سلسلات تعالى والده الله يسحمه الحاجة سايب الصغير لا كانش بتأخر عنها حد فبناعمل من حضرتك ونحب نحض لك واحد كده على على الشاشة كده بإذن الله للأهالي دايرتك ان شاء الله تخدمهم بإذن الله انا بديك الوعدة يا دكتور وان شاء الله بيمسندتك وقفتك طبعا من جنبي انت واهالي دايرة كلهم تراجل زو خبرة وبالنسبة لي يعني مثل فانا بوعدك وبعد اهل الدايرة ان شاء الله يكون عند حسن الظن ان شاء الله يكون خادم للدايرة وان شاء الله نوصل بخدمتها اللي هي محتاجاها الى المستوى اللي يرضى عنه الشارع ويرضى عنه أهالي دايرتك بأمر الله وانا في ظهرهم وجنبهم وقدمهم بنا خليل شكرا دكتور سيد بص بص انا منباهر بالثقة يعني ايه الثقة يعني دكتور سيد بالكلم بثقة عضو مجلس الشعب القادم طارق الطويل بالكلم بثقة ثقة في الله اه طبعا ثقة في الله دي منتهي يعني فالثقة كويسة ومطلوبة مهمة جدا جدا بتدين حد دا عمله دا استاذ عزة انا بحضر مؤتمرات ولقاءات مع بعض الناس في العائلات وفي البلاد بشوف كمية الحب اللي في عيوني الناس الحمد لله بتكفيني او بتديني دفعة لمسافات طويلة بس بتأثر فيها ليه بقى بقى بقول يا رب انا خايف من حاجة واحدة بس يا رب اقدر اوفي الدين دا اللي انا شايفه بحبة الناس اقدر بس اوفي الدين ان شاء الله تقدر استرق بص احنا عايز اقول لحياك احنا المفروض ان وقتنا كتير جد بس لأسف خلص بسرعة جدا عندنا فقرات صح ولا غلط وعندنا فقرات ان انت تكمل كلامي وحياك كتير جدا بس انا نخليها لحلقة تانية استرق نورتنا واحنا ارهقناك وانت تعبان جدا هي كلمة اخيرة مش اطلعنا في الكادر خالص تاني بقى انا هاخر بره الموضوع خالص هتسيب له استوديو واخره كلمة اخيرة في ديئة واحدة بس تشكر اهل دايرتك وقالت ما تشكرش بره طب بل انت عايز تعملوا عميلة معاك طبعا انا بشكر اهل دايرتي وبشكر الناس المحترمة اللي انا شايفه وشاه الحب وفعينها الحب بيظهر وبقول لهم ان شاء الله ابنكم واخوكم هيكون خير سفير للدايرة لو ربنا كتب لنا النجاح ودعموكم وقفكم معايا شرف لي ودين فرقبتي الى ما شاء الله بشكركم 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 ويا رب يقدرني على ان انا او في الدين اللي انا شايفه في عيونكم وان شاء الله بامر الله انا بيكم ومن غيركم ليس لي قيمة لان انا قيمتي بتشارع وبالناس وان شاء الله انا بيكم برضو هعلى وبامر الله بيكم هوصل للهدف اللي انا وانتو عوزيني حققه ودعوتكم لي يا رب ايو ادعوكم مع الاسوز طارق رقم 3 رمز الصاروخ ونشوفكم مرة تانية في حلقة جديدة وتكون ان شاء الله مع الاسوز طارق برضو يعني هنكمل معايا لحد ما نوصل لعضوية مجل الشعب شكرا مرة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته